هذه القناعة عند جميع بلدان المنطقة ودول المنطقة وهي تتلخص في أن هذه المنطقة يجب أن تخرج من حالة الصراع والتوتر والعروب وبالتالي نحن انعكست هذه القناعة بشكل واضح على الجهود التي بدلها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عندما جمع وفدين من المملكة العربية السعودية وإيران في بغداد ولجولتين من المفاوضات وإن كانت هذه المباحثات أولية وهي تعريفية وأرادت أن تبدأ بداية جيدة لهذا التقارب بين الجانبين أنا أعتقد بأن المرحلة المقبلة سوف تكشف عن الكثير من حسن النوايا عند الجانبين من أجل الجلوس على طاولة واحدة وبحث كل القضايا القلقة عند الجانبين لأن في نهاية المطاف إيران دولة في هذه المنطقة والدول الخليجية أيضا دول في هذه المنطقة لا يمكن لأحد أن يزيح الجانب الآخر الخيار الوحيدة الآن ثبت بعد عشر سنوات من التعزيم ومن الحروب أثبت بأن الخيارات السلمية والتفاوضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر